اكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الاعلام ان ما يقدمه الشباب البحريني من ابداعات في مجال الانتاج الاعلامي يعد مصدر فخر ينبغي تشجيعه ودعمه بكل السبل المتاحة لتمكين الكفاءات الشبابية الموهوبة واستدامة النهضة الاعلامية الوطنية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى ايده الله جاء ذلك لدى رعاية سعادة وزير شؤون الاعلام فعالية سينما الاداب التي نظمتها جمعية كلية الاداب بجامعة البحرين بحضور سعادة الاستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين وسعادة الدكتور عبد الرحمن محمد بحر وكيل وزارة شؤون الاعلام وعدد من اعضاء الهيئتين الاكاديمية والادارية بالجامعة واكد سعادة وزير شؤون الاعلام ان الكوادر الوطنية الشابة تعتبر رقنا اساسيا من اركان النهوض بالاعلام البحريني وتعزيز فعليته وتأثيره محليا واقليميا ودوليا بما يسهم في الحفاظ على المكتسبات الوطنية والانجازات التنموية والحضارية ومواكبة احدث المستجدات في قطاع الاعلام والاتصال واشهد سعادة وزير شؤون الاعلام بالجهود الكبيرة التي تبذلها جامعة البحرين لاعداد جيل متسلح بالعلم والمعرفة والمهارة للإسهام بصورة فاعلة في سوق العمل بما يخدم الوطن في مختلف التخصصات مبديا سعادته اعجابه بما شهده من افلام مميزة صلطت الضوء على المنجز الوطني وناقشت واقعنا المجتمعي بصورة فنية مبتكرة متمنيا للطلبة كل التوفيق والنجاح